أهلا بكم مع اقتراب يوم الجمعة وهو موعد إعلان الحكومة إلى تسعير المحروقات لشهر كانون الأول المقبل تؤكد وزارة الطاقة والفروة المعدنية في نشرتها الأسبوعية تراجع معدل أسعار نفط برينت ومشتقاته خلال أربعة أسابيع الأولى من الشهر الحالي بنسبة تتراوح بين 11 إلى 19% مقارنة بمعدل شهر تشرين الأول الماضي وهو ما يؤكد توقعات المراقبين بضرورة تخفيض الأسعار محليا بنسبة كبيرة وظهرت نشرة وزارة الطاقة أن معدل أسعار برينت في الأسبوع الأربع الأولى من الشهر الحالي بحسب الأسواق المرجعية التي تستند إليها تراجع بنسبة 18% ليبلغ 66 دولار و53 سنة للبرميل أما المشتقات النفطية فقد سجل معدل أسعارها عالميا تراجعا منذ بداية الشهر الحالي بنسبة 19% تقريبا لمادتي البنزين أكتان 95 و90 في حين انخفض معدل السعر لمادتي الديزل والكاز وذلك مقارنة مع معدل الأسعار بالشهر الماضي أما مادة الغاز البترولي المسال فقد بقي سعره عند معدل 528 دولار و80 سنة للطن خلال الأربعة أسابيع الأولى من العام الحالي إلا أنه سجل تراجعا بنسبة 19.2% عن معدل سعره الشهر الماضي تراجع العجز في الميزان التجاري مع نهاية الربع الثالث من العام الحالي إلى 6 مليارات و600 مليون دينار وبنسبة 1.5% مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي تقرير دائرة الإحصاءات العامة أظهر أن حجم مستوردات الأردن خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي يفوق بأكثر من ضعفي حجم الصادرات الكلية للمملكة حيث استوردت المملكة مع قيمته 10 مليارات و600 مليون دينار مقابل إجمالي صادرات بقيمة 4 مليارات دينار تقريبا منها 3 مليارات و400 مليون دينار قيمة الصادرات الوطنية و 634 مليون دينار قيمة البضائع المعاد تصديرها وبين التقرير أن أكثر صادرات الأردن في نهاية الربع الثالث من العام الحالي هي الأسمدة بنسبة ارتفاع بلغت 24.6% والبوتاس والألبسة بنسبة 13% أما أكثر مسورداته من النفط الخام ومشتقاته بنسبة ارتفاع بلغت 41.4% ومن الحديد ومصنوعاته بنسبة 21% تقريبا أكد مواطنون أن الظروف المعيشية الصعبة دفعتهم إلى تغيير أولوياتهم أشرائية في حين أكد التجار تراجع النشاط التجاري في الأسواق رغم بدء موسم التنزيلات كاميرا رؤية استطلعت أراء المواطنين حول مستويات الأسعار في الأسواق حيث أكدوا وجود ارتفاع في الأسعار بما لا يتناسب مع الأوضاع المعيشية ومستويات الدخل ما يدفعهم إلى التركيز على شراء مستلزماتهم الأساسية التجار أكدوا أنه بالرغم من بدء موسم التنزيلات في العاصمة إلا أن الإقبال على الأسواق ضعيف جدا وأرجعوه إلى غلاء الأسعار وارتفاع الضرائب والله الوضع نايم أنا أفتح دائما في الساعة السبعة بايع من هلأ 11 ليرة فكي تبيعهم مثل هلأ أقول بايع ب400 ب500 ب300 الجمارك الضرائب فاتورة الكهربع متيجي 200 دينار كان عندنا ثلاثة أربع موظفين أنا لا حال لله ما في شراء ما في بيع يعني الوضع سيء عمالي بقلص استثماراتي بالجبل الحسين أو بالأردن كمان لأنه ضريبة عالية بيع ما فيه شغل ما فيه أمور سيئة جدا يعني مش شايفين تعاون من الدولة أو من الجهات من الأمانة ترخيص عالي ضريبة عالية كل إشي عالي فاتورة الكهربع عالية يعني الاستثمار هون أصبح استثمار خاطئ حركة على الكل ما في ميتة ما في يعني ولا حتى ناس بتلاقين بفوتوا على المحلات ما بيشتروا بظلهم طلعين لأنه مصاري ما فيه الدق المحدود يعني فيه أشياء غالي ما بيغضرش واحد يشتري يعني زي الخضرة يوم التركية طالع سعرها ويوم نازلي لما تكون نازل الناس بتشتري لما تكون السعرها طالع يعني كل بندورة وكل كوسة كل وضع غالي التلفونات الملابس برضو غالي الوضع سيء جدا لأنه فيه حرامية في البلد الحرامية ماكلين البلد كلاتها لا تاجر قادر يستفيد ولا مواطن رايح يستفيد الله من مرة السوق التعبان والحركة ضعيفة سجلت أسعار الذهب في السوق العالمية حتى ظهر اليوم 1227 دولارا للأنصة منعكس ارتفاعا على أسعار بيع الذهب محليا بواقع نصف دينار للغرام الواحد أمين سر نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان قال إن سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من المواطنين في السوق المحلية بلغ 25 دينارا و30 قرشا في حين بلغ سعر بيع الغرام من المعدن الأصفر عياري 24 نحو 30 دينارا و30 قرشا أما سعر عيار 18 بلغ نحو 22 دينارا و30 قرشا في حين بلغ سعر اللير الرشادي 180 دينارا واللير الإنجليزي 205 دنانير على خلفية الشكاوى التي وردت حول مقدمي الخدمة غير المرخصين والعملين عبر شركات التطبيقات الذكية طلب وزير النقل والبلديات المهندس وليد المصري وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حجب الخدمة عن السيارات غير المرخصة العاملة على النقل بالتطبيقات الذكية لنتابع تصريحات المصرية اليوم ما نقبل أي تسجيل لأن المهلي كانت كافية للتسجيل من 2-5 لغاية تقريبا 20-11 وهي مهلي كافية أيضا فيه سائقين التاكسي اللي هم أصفر اللي هم مطالب أخرى وهي بتحديد عدد السيارات التي تعمل على كل تطبيق هذا يحتاج إلى تعديل نظام سيرفع إلى مجلس الوزراء للبك في هذا العضو وطلب آخر بإمنا يكونوا اللي بعملوا على التطبيقات حاصلين على رقص عموين وهذا مخالف برضو النظام ويحتاج إلى تعديل سنكون برفع المقترحين إلى مجلس الوزراء وهو صاحب الولاية بالتعديل لأنه في مطالب أخرى من المواطنين بعدم التضييق على التطبيقات كونها تخدم المجتمع وفي مطالب مجتمعية وفي فرص عمل قد تضيع في حالة نفذنا هذه المطالب استضاف بنك الاتحاد ولأول مرة في الشرق الأوسط قمة التحالف المصرفي العالمي للمرأة في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات في منطقة البحر الميت القمة سلطت الضوء على محفزات الابتكار في مجال الخدمات المالية وتأثيرها على الاقتصاد النسائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها وضمت القمة فعليات وجلسات نقاشية متنوعة ركزت جميعها على بناء بيئة محفزة للتسوق للمرأة على وجه التحديد وأتاحت القمة لحوالي 200 شخصية محلية وإقليمية ودولية من مسؤولي البنوك وصناع القرار والأكاديميين وقادة الفكر وغيرهم من ممثلي الجهات المعنية المساحة لمشاركة الخبرات وتبادل الأراء حول أهمية التنوع والشمول لنجاح استراتيجيات الأعمال وكيفية تعزيز الدور الاقتصادي للمرأة وتوسيع نطاق وصول مزودي الخدمات المالية للنساء في المنطقة وجميع أنحاء العالم ككل وابتكار الخدمات والحلول لتلبية مختلف احتياجاتهن بنك الاتحاد عضو في الـ Global Banking Alliance for Women من 2013 لأنه إحنا كبنك مهتمين بتمكين المرأة ومهتمين بيدعم المشاركة الاقتصادية للمرأة هاي أول مرة بيتم عقد هذا المؤتمر في الميناء أو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تم عرض تجربة بنك الاتحاد بإطلاق برنامج شروق وهو برنامج متكامل لخدمات المصرفية المالية وغير مالية للمرأة كأحد أهم أمثلة النجاح في المنطقة وفي الأردن أعلن مجلس إدارة شركة ماتسوبيشي موتورز اليابانية لصناعة سيارات إقالة رئيسه كارلوس غسون بعد إجراء مماثل في حقه قامت به شركة نيسان بعد اتهامه بمخالفات مالية وقال أعضاء مجلس إدارة الشركة في بيان لها إنه من الصعب إبقاء غسون في منصبه بعد توقيفه منذ أسبوع في توكيو وغسون موقوف قيد التحقيق لإخفائه جزءا من مداخله عن السلطات المالية وهو متهم أيضا باستغلال ممتلكات الشركة لمنفعته الخاصة في حين نفى غسون أي إخفاء لعائداته وعمليات الاختلاص التي اتهم بها بها